ما هي لجان المجالس البلدية وما هو دورها؟ حسب قانون البلديات لحق المجلس البلدي تعيين لجان من بين عضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه وتكون قرارات تنافذة حال إقرارها من المجلس البلدي ومن أبرز اللجان التي يتم تشكيلها في المجالس البلدية هي لجنة التنظيم المحلية وهي اللجنة المحلية المشكلة من أعضاء المجلس وهي لجنة تنظر في التراخيص الإنشائية وتطبيق أحكام التراخيص واختراح الشوارع وتعديلها وإفراز الأراضي وهي التي تقوم مرحلة مهمة من مراحل التخطيط وتنظيم الأراضي والمباني التي تليها مرحلة اللجنة اللوائية ومجلس التنظيم العالم لجنة التنظيم اللوائية وهي لجنة تشكل مرحلة ثانية بعد اللجنة المحلية وتشكل من المجلس البلدي في بلديات الفئة الأولى ويجب التعرف عليها فهي التي تنظر في إعداد المخططات التنظيمية والتعديلات والتراخيص وإفرازات الأراضي بعد قرار اللجنة المحلية لجنة أملاك البلدية وهي أحد اللجان المبثقة عن المجلس البلدي والتي تعنى بأملاك البلدية من أراضي وعقارات وتقى عليها مسؤولية إدارة أملاك البلدية من خلال النظر في عمليات استملاك الأراضي أو العقارات أو الأشجار اللغايات فتح الشوارع أو المشاريع للنفع العام وتقدير التعويض وتأجيرها وبيع الأراضي وفضلات الطرق وتقدير قيمتها والتنسيب للمجلس البلدي مرجع تلك اللجنة حسب قانون الاستملاك لعام 1987 ونظام بيع الفضلات لجنة استثمار تكون مهمة هذه اللجنة نظر في طلبات الاستثمار التي تقدم للبلدية والدراسة جدوائها سواء كانت استثمارات المخازن أو الأكشأك أو البسطات أو الشركات مع القطاع الخاص وتقدير عواد استثمار للبلدية والتنسيب للمجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب وتستعين هذه اللجنة بنظام العطاءات واللوازن لجان التخمين والمثقفات وهي اللجان التي تشكلها البلدية بهدف إنشاء فرق للتخمين لتقدير قيمة ضريبة الأراضي والمثقفات وتعديلها والنظر في الاعتراضات بهدف تحصيل هذه الرسوم أو الضرائب العائدة للبلدية ومرجح هذه اللجنة قانون ضريبة الأراضي والمثقفات لجنة التسمية والترقيم وهي لجنة من أعضاء المجلس البلدي تقوم هذه اللجنة على عمليات تقسيم الأحياء البلديات وتقسيمها إلى قطاعات وترقيم الأبنية وتسمية الشوارع ورفع قراراتها إلى المجلس البلدي لاستكمال الإجراءات ومرجحها بذلك نظام التسمية والترقيم لجنة أسواق الخضار وهي اللجنة المعنية بإدارة أسواق الخضار للجملة والتي تشكل من الممثلين عن المجلس البلدي واتحاد المزارعين والتجار وتبحث اللجنة في عمليات تأجير المحلات والرسوم على الخضار والأوزان وتصنيف الخضار ومرجح اللجنة نظام أسواق الجملة والخضار لجنة شؤون الموظفين وهي لجنة يشكلها المجلس برئاسة الرئيس وعضوية أحد موظفي الوزارة يسميه الوزير وثلاثة من موظفي البلدية على أن يكون مدير البلدية من بينهم إن وجد وجرت العادة أن تتألف من اثنين من كبار الموظفين في البلدية ومدير البلدية ومدير الشؤون البلدية وبرئاسة الرئيس وأنه من المهم معرفة دور مهم هذه اللجنة لأن هذه اللجنة ترفع قراراتها إلى المجلس البلدي وتنظر فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية والمسميات للموظفين والتعيينات والترقيات والعلاوات ومرجحها نظام موظفي البلديات ونظام التقاعد ونظام العلاوات للموظفين اللجنة الإضافية هي اللجنة تشكل لحالات معينة والفترة محددة يقرها المجلس البلدي مثلاً لجنة إعداد الموازنة لجنة التحقيق لجنة الكشف عن الأحياء والشوارع أو أي لجنة خاصة يشكلها المجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لأنها تستطيع لأن الأردن يستحق بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي آي زد اشتركوا في القناة